اشتركوا في القناة الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وبتطرد كل همور الكرمة الكرمة ومدام احنا الأخذار صفتين في الكرمة يسوع بشهادة لكل الناس كل نور للهمور الكرمة الكرمة يلا بعزي باوية نتشارك المسئولية نخلي رسال في القلبة وصل كل البشرية أحباً ومشاهدين في كل مكان في العالم ورحب بيكم أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من حلقات أطلبوا وكي وإحنا جايين نطلب وكي الرب في كل ظروفنا في كل ألمنا في كل دقاتنا بالنياب عن نفسي وبالنياب عن كل فريق الكرمة بعزي كل أسرة تعبانة ونهارة ومجروحة في اسكندرية أو في طنطا قلبنا مجروح معاكم ومتقلمين معاكم وحاسين بالفعلاً الكرسة اللي حلت في بيوت كتيرة من بيوت حبايبنا اللي عانوا من فقدان أقارب وحبايب وأولاد لهم الحقيقة أنا بشد على يد كل أب كل أم كل ابنة كل أب فقط حد عزيز لديه وبنقول لكم من كل قلبنا رب يسنتكم ما المواقف دي كلها أنا بحس أن ما ينفعش فيها غير الرب وبقول له رب ما فيش كلمات تعزية ممكن تكفي بس أنت اللي تقدر توصل لكل أسرة والكل شخص متألم والكل إنسان مجروح والكل بيت في جنازة بنصلي لأجلكم بكل قلبنا وبنقول لكم ثقوا أن الرب مش هيتخلى عنكم ولا حيثبكم النهاردة كنت بتأمل في الآية اللي بتقول في رومية 8 إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا وأن خفت ديقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر سقل مجد أبدي أنا عارفة أن حبيبنا كلهم اللي انتقلوا وفارقوا الحياة أيا كانت الكيفية هم الآن في مكان أفضل جدا 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 علشان كده بنقول لرب إدينا استعداد لأن إحنا مش عارفين هنروح إمتى ولا بأي كيفية لكن نثق ونعلم ونؤمن إن أول ما تنتهي رحلتنا على الأرض حتما سنراك ونتقابل معك وكان لوكي ربي عزيكم أحبائي ويحسن إليكم إحنا جايين ناخد كل تلبط الصلاة بتاعتكم ويجايين نشارككم في الصلاة وأسيس أليكسي يصلي لأجل كل أسرة مجروحة وأنا هصلي كمان معاه علشان كل ألمكم اللي إحنا عايشينها واللي إحنا مستشعرين التعب اللي إنتو فيه النهاردة أحبباً للمشاهدين عنوان الحلقة بتاعتنا المسيح وفي الصحونة وطبعاً كلنا بنعرف إن المسيح في الصحونة قد ذبح فلنعيد إحنا جايين نعيد لأنه قد ذبح لأجلنا عشان يدينا حياة وحياة أفضل الحياة اللي إحنا بنعيشها والحياة الأفضل في شخصه سواء على الأرض أو في المجد الأبدي وبيشرفني يكون معنا النهاردة لأسيس أليكس حنة كلنا عارفين ورجل الصلاة المبارك أهلاً بيك أسيس أليكس مفسدين تكون معنا أهلاً بيك أخت سلوة برحب بيكي وكل أحبائي المشاهدين بشكرك واشكر قناة الكرمة لأنها بتقف معنا في أوقات الفرح وفي أوقات الحزن وفي أوقات التجارب وبتقدم بالنيابة عني وعن الكرمة أيضاً وعائلتي بعزاء قلبي شديد كلنا كنا بنصلي وبنشاهد اللي بيحصل وفعلاً خسارة مصر كانت كبيرة فكل اللي سقطوا نتيجة ضحية الإرهاب لكن إحنا وثقين أنه إلهنا المكتوب عنه في رؤية 21 بل سمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هو زى مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهو يكونون له شعب والله نفسه يكون معهم إله لهم إله وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت فإن كان ناس فعلاً بتسقط ضحية ده مش النهاية النهاية أو ما فيش نهاية لحياة المؤمن لأنه دياً بداية المجد وبداية سكن الله الأبدي إحنا بنسكن مع الرب هنا في الأرض السبعين أو تمانين لكن لينا الوعد بسكنة أبدية بمسح لكل الدموع مش المهم الخيمة الأرضية اللي إحنا فيها دياً اللي هي هتفنى سواء بتفنى بمرض أو سواء تفنى أو الرب هيجي تاني وياخدها مش هي دي اللي لابسينها المهمة اللي بعد كده هتعمل إيه اللي أنا بتعجب ليه أنه يعني الناس في مصر بتدور على الدم واختساله كله بيبحث عن الدم كوسيلة للوصول للسماء أو يعني حتى كنت بس مع قصة واحدة برضو بقدم تعزياتي لقداسة البابا للرئيس السيسي للدولة كلها وأجهزة الأمن واجهزة الأمن فيها ناس سقطوا ضحية الإرهاب برضو ربنا يعزي أهليهم ويعزي كل أهالي الشهداء ويشددهم ويشجعهم الفكرة أنه وأنا بشوف المناظر أو الأحاديث اللي عملوها فواحدة برضو من الأمن بتودع والدتها وبتقول لها يعني أنا نفسي أموت شهيدة عشان أفتح لك طريق للجنة لماما وبابا وبدمي توصله يعني الناس عارفة مسيحيين أو غير مسيحيين أنه ما فيش وسيلة بتوصل للجنة غير الدم أو الحياة الأبدية إحنا اللي بنستعملها غير الدم وبرضو يعني حتى أنا بلاحظ أنه برضو أحب أنا المسيحيين بقول لي يا ريتنا كنا موتنا الموت دي لأنه ما فيش غير الدم اللي بيوصل بس عاوز أقول أنه دم يسوع اللي قدم نفسه بروح أزلي بيوفر عليك أي حاجة من دماغنا الغير نقية ودم يسوع اللي قدم نفسه لله بروح أزلي هو اللي بيقدس أكساد ده هو اللي بيخلصنا إلى التمام فإذا كان في مصر في دعوة لسفك الدماء في واحد قدم نفسه مر عني وعنك هو يسوع المسيح هو لسفك دمه النقي الطاهر على عوض الصليب ليقربنا إلى الله أي دم آخر مش هينفع غير دم يسوع لأنه ليس بأحد غيره الخلاص ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغى أن نخلص الناس متعطشة للدم من جوها وعاوزة تقدم الدم بس اللي قدم الدم ودخل ونجح ودخل للأقداس ولم يسود عليه الموت وأبطل الموت هو دم ربنا يسوع نعم حبت صالح حنصلي طبعاً دلوقتي بعد ما أرى القراءة الكتابية لحضرتك طلبتها مني من يوحنة 19 العشر أعداد الأولى بيقول فحينئذ أخذ بيلاتوس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب إرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه فخرج بيلاتوس أيضاً خارجاً وقال لهم ها أنا أخرج إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة وخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليل الشوك وثوب الإرجوان فقال لهم بيلاتوس هو ذا الإنسان فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام سرخوا قائلين أصلبه أصلبه قال لهم بيلاتوس خذوه أنتم أصلبوه لأني لست أجد فيه علة أجابه اليهود لنا نموس وحسب نموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله فلما سمع بيلاتوس هذا القول ازداد خوفاً فدخل إليه أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يكن يعطيه جواباً فقال له بيلاتوس أما تكلمني؟ لست تعلم أن لي سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟ أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم من هذا الوقت كان بيلاتوس يطلب أن يطلقه ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين إن أطلقت هذا فلست محباً لقيصر كل من يجعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر أمين تفضلي حد الأسيس يا رب بنبركك وبنعزم اسمك وبنشكرك يا رب لأجل هذا الأسبوع الذي فيه نحي يا رب ذكرى موتك وألامك وقيامتك لأجلنا يا رب إذ أتممت الكل على عوض الصليب نصلي يا رب أن كل نفس تأتي لتتقابل مع الإله الكامل الملك الغير منقوص الذي ملك علينا وساد على قلوبنا ومملكة ثابتة إلى الأبد منذ أن جاء إلى أرضنا كل ممالك العالم دالت ولكن يبقى ملكوته ملكوت أبدي بحسب قولك يا سيد الرب نرسل رب تعزية الروح القدس إلى كل نفس متألمة ومثالنا أنه ليس العبد أفضل من سيده إن كنت قدرت حياتك لأجلنا ولكن يا رب أعطيتنا نصر على الموت وقلت أين غلبتك يا موت أين شوكتك يا هوية وآخر عدو يبطل هو الموت نعلن يا سيد الرب حرية من كل رسالة أراد أن يصدر عدو الخير إلى أبنائك في مصر أو في العالم ونقول أننا فرحين في الرجاء أننا منتظرين الرجاء المبارك أننا منتظرين ظهور مجد الله العظيم ليس لنا هنا مدينة باقية إن كان العالم ورب هايج على الصليب وبيهيج على اسمك فكل الحضارة الرومانية اللي قامت ضدك دالت الحضارة بابل وفارس ومادي وأقوى الأمم وأعظمها كلها ذهبت وأنت تبقى إيه للأبد نشكرك لأن وعدك صادق وأمين منذ أن بدأت الرحلة من قبل تأسيس العالم وفي أيام إبراهيم وإسحاق وعقوب وما زال لك اسمه فوق كل اسمه وما زالت تكسو وستكسو كل رجبة وعترف كل لسان أن يسوع ورب لمجد الله الآن ملكك حقيقي جدا لأن العدو بيحاول يهد الملكوت لألفين سنة وهو بيزيد لأن العدو بيحاول يهدم مذابحك وبيحاول يفني ويعمل مذابح ومجازر لكن نشكر الله لأنك تضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون اذهب إلى جميع القلوب يا رب المتألمة والحزينة وعطينا عزاء ورجاء أن الذي بدأ العمل من قبل بداية الخليقة إذا اخترتنا وعرفتنا من قبل تأسيس العالم وعزاءنا ورجاءنا لنا إله يعرفنا قبل أن نعرف نحن أنفسنا عزاءنا ورجاءنا رب أن كل كلمة وكل مملكة زالت ولم تثبت أمام كلمتك الحية الباقية إلى الأبد لم تثبت ملكوتك بسيف ولا بإرهاب ولا بقتل لكن بالمحبة الأبدية التي بقيت حتى الآن لذلك يا رب اجعل محبتك تغمر كل قلب تعال على كل نفس مجربة وكل نفس حزينة لنعرف يا سيد الرب أن رجاءنا وعزاءنا هو أننا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله أنت بدأت من قبل تأسيس العالم فينا بررتنا فديتنا قدستنا وثقتنا ويقيننا يا سيد الرب أن كل آلة صورت ضد شعبك لم تنجح وممالك دالت وحتى مملكة روما اللي كانت أعظم مملكة واتحرق بالنار ونيرون والأباطرة اللي كانوا عاوزين يحرقوا شعبك ويموتوا شعبك هم اللي ذهبوا وهم اللي فنوا وتبقى أنت وحدك إلى الأبد ارفع عيوننا يا سيد الرب إلى أن مملكتك ليس من هذا العالم وأن كان العالم يحاول أن يهدم زبحك ويهدم كنائسك ويقتل ويشرد ولكن يا رب أنت علمتنا عنه لأنه جازي عن شر بشر لكن سننظر يا رب لأنه جميع الدماء التي صفكت من أيام زكريا إلى يوم مجيئك أنت الذي انتقامت لأجلها وأنت الذي تنتقم لدم عبيدك الذين تحت المسبح ليس عندنا بتقول ليه النقمة أنا أجازي أقول الرب حتى لو ترك هؤلاء الشهداء حقوقهم وتخلوا عنها فأنت إله أمين لا تنكر نفسك وبتقول ليه النقمة أنا أجازي أقول الرب تغضبه ولا تخطئه علشان كده يا رب إحنا مش خايفين على الكنائس ولا خايفين على المؤمنين لكن على الناس اللي بتقتل بإسم الله والناس اللي بتقتل بإسم الأديان لأنه الخراب مش هيجي على أولادك ولا الخراب هيجي على كنيسك لكن أنت بتبدأ يا رب في الدماء زي ما كانت قرى شليم راجبة الأنبياء قاتلة الأنبياء وراجبة المرسلين قلت لن يبقى فيها حجر على حجر إحنا مش خايفين على مصرنا لكن خايفين يا رب على الناس اللي بتقتل وبتهدم لأنه لن يبقى حجر على حجر إلا وينهدم كل آلة يا رب وكل دين وكل شكل من الأشكال بيقوم ضد مملكتك لن يثبت عشر ممالك أيام نبو خزنصر شافهم دانيال بينهزم وبحجر بدون يدين حجر قطع بدون يدين حجر الرب يسوع هزم مملكة الحديد والنحاس والفضة والدهب وأصابع قدمين العشرة يا رب ارحم وتعالى بخلاص للداني والقاسي الذين يكرهون الصليب الذين يريدون يا رب لا يتحملون لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله مش بس للخلاص من الخطية أيضا للخلاص من كل اضطهاد والخلاص من كل كلمة وكل آلة تصور ضدك يا رب العدو بيقتل في نفسه والعدو اللي هيجي على أولادك بيضمر نفسه لأن مملكتك يا رب مكتوب عنها أنها تثبت إلى أبد الآبدين لأنك أنت حي ولم تموت في القبر وأن كنت موت وأقمت أنا لتجلسنا معك محدش هيعرف دروب ملكوتك ومحدش هيعرف هيروح فين ولا هيجي من إلا أن ملكوتك قوته في شخصك المقام المعلن الله الروح أذكر يا رب كل العائلات المجربة يا رب كل الكنائس في مصر وفي العالم وكل المسيحيين الذين أصابهم ألم وعطيهم أن ينظر يا سيد الرب أن خفت دي قطة الوقتية تنشأ لنا أكثر سق لمجد أبدي آمين آمين أيوة يا رب بضم صوتي مع أخوي الأسيس أليكس وبقول لك أعبر إلى كل المتألمين وأعنهم يا من كتب عنك فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين أوصل إلى كل أسرة في اسم الرب يسوع ضم مجراح وقف نزيف الدم يا رب اللي في القلوب كل القلوب بتنزف يا سيدنا الرب والدموع يا رب الساخنة اللي بتسقط ليلا ونهارا قادر أن تجففها أوصل إليهم تعالى ببلسان عليهم في اسم الرب يسوع بنبعد صلاتنا الآن إليهم يا رب أنت تعطي المعيق قدرة لعدهم القوة وكسر شدة يا رب من فضلك حط إيدك في ظهرهم وإسندهم وخلينا نعلم جميعا إنما نحن غرباء ونزلاء في هذه الأرض وليس لنا هنا مدينة باقية نشكرك لأن كل الذين رحلوا يا رب هم الآن يتمتعون في الفردوس المجيد المبارك ويرون شخصك العزيز المبارك يا سيدنا الرب في اسم يسوع المسيح بركة ونعمة وشفاء لأعماقهم يا رب وتكفيف لدموعهم وتطيب لخواطرهم في اسم الرب يسوع احمي بلدنا وعظم اسمك فيها وإظهر فعلا من هو يسوع المحب فيعرفوك ويختبروك فادي ومخلص يا رب في اسم المسيح يسوع بن صلي لأجل كل متألم وكل باكي وكل دامع لتجفف كل الدموع وتحسن إليهم فاسمك المبارك لك الكرام وكل الميت آمين آمين أهلا بك مرة تانية أسيس أليكس ومعينا مكلمة من ألمانيا الأخت مجاني من ألمانيا أهلا وسهلا بك حضرتك علىها وتفضلي إسلامي عايزة أقول القسيس رب إبارككم أنا أؤمن لما المؤمنين يستمعوا مع بعض ويصلوا من أجل المردة من أجل المشاكل من أجل الشيطان أعاوز يدخل ويخرب ما يقدر يسويش الشيطان في السلام نحنا غالبي بالدم لدي ولد شوية تحبان أؤمن إذا حضرتك صليت رح يشكل الولد اسمه أخي جوني اسمه أخي يا حبيبتي نعم اسمه أخي الولد جون جون أين هو التعب؟ مريض يعني أو تعب نفسي هو خمل هو كان بالشغل وأخذ ظهر شي تغيل ظهر ألم وبعدين نزل هذا الألم إلى تحت الخصر من خصر إلى تحت إلى رجلي إلى بعض تنسلية فمثل سكاكين ومثل نغزات أبر برجلي يعني ما بقى من خصره إلى تحت أسيس طبعا بيعالج هلأ قبل يوم راح دوة مضعط شرب هو أنده حساسية برحة كان بالمستشفى صار بي حساسية يعني ضربه أبر من أجل حساسية يعني ما يأدوه نصلي يا رب منرفع جوني أمامك يا سيد الرب يا رب يا من حملت أثقالنا وحملت أوجاعنا على عود الصليب نأتي عند الصليب يا رب نودع أثقال جوني وكل نفس مثقلة وكل نفس مهمومة ونترك يا رب كل حملة وثقل والخطيئة المحيطة بسهولة ونحضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا في اسم يسوع تذهب بلبسة شافية ليه الآن وقوة دم يسوع تبرئ من كل ألم أو سواء رب ألم بينتقل من مكان لمكان أو أوجاع بتروح من مكان لمكان في اسم يسوع وفي قوة دمك يبرئ الآن أيضا رب بتصلي لأجل طلب بتصلي جات لأجل من الأردن أخت اسمها جريفن عندها سرطان الرئة بتاخد كيماوي وكل ما بتخلص الجرعة بيرجع الدكتور يعيدك كيماوي ومش بتتحسن أملنا كبير يسوع يشفيها ويمدي يمينه يا رب في اسم يسوع بنصلي للشفاء بقوة الدم آمين آمين بارك اسم الرب السيس ألكس الأيام دي فعلا من ألفين سنة لحد هذا اليوم كل ما ييجي الوقت ده فعلا بياخدنا الروح القدس في رحلة لحد الصليب مجد ونبتدي نشوف ما صنعه الرب لأجلنا عدل الله وكيف أظهرت المحبة على الصليب زي ما الكتاب يقول ربما الأجل الصالح يكسر أحد أن يموت نعم لكن الله بيّن محبة لنا إذ ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا والنهاردة خميس العهد اللي احنا عايزين نسأل حضرتك ونقولك ايه هو خميس العهد خميس العهد ده اللي هو التحضير للفصح وعلشان نفهم ايه اللي مقصود بخميس العهد او انا بقول خميس المجد ايه اللي كان بيعمله شعب الرب قدام خروف الفصح وفي الاعداد لخروف الفصح فحضرتك يعني تلاقي انه في التقليد اللي كان بيصاحب قبل كده شعب الرب كان الشعب في التبع العوائد اليهودية وهو بيعد الفصح بيشرب اربع كؤوس اربع كؤوس بتشير الى الرب يسوع وكانوا بيأكلوا خروف الفصح في جامعات صغيرة عشان كل واحد ياخد نصيبه من خروف الفصح اللي بيشير للرب انا يسوع المسيح المجموعة من عشرة الستاشر ما زيتش عن كده عشان كل مجموعة صغيرة بتلتعب حوالين يسوع فصحنا يبقى فيه تأمل وفيه عمق فكان من ضمن الكؤوس وبعد كده حضرتك زي ما حصل في الخروج من ارض مصر بسبب ثقة الفرعون وبسبب الاضطهاد بياخدوا دم الزبيحة وبيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا وانا بدعو كل مشاهد بيشاهدنا انك قبل ما تخرج من بيتك قبل حتى ما تروح الكنيسة قبل ما تعمل اي حاجة اطلب حماية دم يسوع وانتقل لو عندك البيت مثلا ثلاث غرف او اربع غرف انتقل من مكان لمكان وقول له يا رب حماية دم يسوع على ابني حماية دم يسوع على بنتي حماية دم يسوع على قط الجلوس اللي بتقابل فيها الضيوف وتطلب حماية محددة زي ما كان شعب الرب كده بيحتفل الكأس الاول اللي كان بيشربها الشعب بتشير الى ايام العبودية القصية قد ايه فرعون اتل منهم وقد ايه فرعون قص النير عليهم وكان صعب فالكأس الاولى كانت تشير هي كأس الحرية من العبودية وايام المرارة وكمان كان فيه كأس تانية بيشربها الشعب لانه كسرت الدموع الكأس التانية كانت بتشير الى دم يسوع كأس الدم ودي بعدها كان الشعب بعد ما اعلن قوة الدم وخلاص الدم والرب عبر به في وسط البحر وطرح فرعون ومركباته في النهر في ذلك الوقت الفرس وراكبهم طرحهم في البحر فكأس التانية والتالت كانت تشير الى العبور من تهديدات العدو من تهديدات الموت الى الحرية والى الارض الجديدة التي الرب كان يقدم فيه كأس التالت كانت هي التغذي وقت ما كانوا بيأكلوا خروف الفصح وكانوا بيأكلوا ويتغذوا به على عشاب مرة يحتفلوا بعبور الملك انه الرب الهن ملك الملوك وسيد الاسياد هو اللي بيسير مع شعبه ودي اشارة لكأس البركة في مضمور 115 عدد واحد او في العهد الجديد بقول الكأس التي نباركها هي شركة دم يسوع المسيح لانه اللي حصل في جسد وفي دم رب يسوع انه بتلع الموت الى غلبة تجرد الرياسات والسلاطين زال الخطر وانا بنصح شعب الرب انا قبل ما بركب عربيتي اروح اي مشوار اقول له رب حماية دمك وانا سايق حماية دمك وانا طالع بقف باخد دقيقة كده حماية من الحوادث حماية من هجمات العدو حتى لما كنت في مصر كتير لما كان يحصل اي هجوم او اي حاجة واطلب اقف دقيقة اطلب حماية دم وجسد رب يسوع على كل خطو على كل حياة كنت بختبر حماية غير عادية ويقول الشعب في كأس البركة ليس لنا لكن لإسمك اعطي المجد والبركة واشربوا الكأس الرابع وبعد كده كانوا ينتهي الاحتفال وفي كأس خمسة اشربوها اسمها كأس التسبحة ونشيد الانتصار وده مزامير المصاعد مزامير المصاعد ان انا مش بس بقف عند حماية الدم لازم اتغنى بنصرة الرب لازم اعلن الغلبة لابد من مزمور 120 مزمور 136 دي اسمها مزامير المصاعد اللي فيها الرب بيصعد بي من كل ضغطة من كل ثقل من كل اتعاب فرعون الى الحضرة الابدية هقرى بعض مثلا من ترنيمة المصاعد دي بنلاقي مثلا ترنيمة مزمور 121 بيقول الى الرب في ديقي صرخت فاستجاب لي يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش ليه لانه العدو بيخترع افتراءات الناس بتقوم ضد الصليب ومش عارفة ايه قيمة الصليب والناس فاكر انه لما واحد يروح يسفك دمه ودمه يترش في كل حتة ان الدم ده يطهره مع انه ليس بدم اخر مفيش غير دم واحد مقبول عشان كده يسوع قدم نفسه الدليل على عدم كفاية الزباح البشرية او الزباح الانسانية انه شعب الله في القديم كان يقدم الطور ويرجع يخطئ تاني ويقدم تاني ويقدم الزبيحة والكابش ويرجع يقدم تاني لو انت في اي دين تاني وبتقدم زبايح او بتقدم ضحية بترجع تقدم ضحية تاني لان الضحية الاولى ما تنفعش البكرة والضحية السنة اللي فاتت ما تنفعش فلو انت يعني مدت وعابل شر او كده وما فيش ضحية حتى لو الضحية دي بتكفر عنك فما فيش امان حتى لو الضحية دي فاكر انها بترفع خطية فالضحية دي ما فيش اي كمال يعني ممكن اقف قدام ربنا كده واقول له مثلا ممكن يا رب بدل الزنة بدل القتل بدل السرقة بدل اي حاجة لو تخيل نفسك واقف قدام ربنا كده وفي حساب وفي يوم حساب وجيت قلت له يا رب فعلا انا عملت الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني وقدمت لك خروف قدمت لك خروف هتقول لربنا انا عملت كذا وكذا ولاني بكفر عن زنبي بخروف طب ده الله ده شخص عظيم هو ملك السماء والارض هو اللي دفع ليه كل السلطان ينفع اجي قدام خطأ الواحد قدمه قدام ربنا بحاجة صغيرة هقول له قدمت لك خروف ولا قدمت لك كبش ولا قدمت لك دي حاجة ما تملاش حيد ربنا خالص او حتى قدمت لك حياتي اقول لك انت مين بالمقارنة للاله اللي هو الابدي الازلي عاوز تخش الجنة دمك ما يملاش عيني زبحتك ما تملاش افكاري لاني انا الله الازلي الابدي الذي لا بداية ايام لي ولا نهاية ايام انت جاي تدخل جنتي وجاي تدخل عندي بحطة خروف ما ينفعش ما يملاش عيد ربنا علشان كده اللي بيملع عيد ربنا شيء من صنع الله نفسه الكلمة يسوع المسيح الذي صار جسدا وحل بيننا لا نهاية ايام ولا بداية ايام له لما يجي لله اقول له انا داخل على كلمتك اللي تجستت اللي ليها تأثير الدم وتأثير جسده ازلي ابدي ليه لان احنا يا جماعة لو موتنا او المسيح جاء هنروح ايه حياة ازلية ابدية تمن الابدية لازم شيء ابدي يعني الخروف دوا ولا الكبش اللي انت بتقدمه ولا حتى اي حاجة احنا بنقدمها يعني لو بالمنطق البشري ممكن تكفيك يوم مش هتكفيك لبداية ايام لان الله ده كبير اوي اكبر من عطيانا واكبر من زبيحنا واكبر فلابد ان هو بذاته اللي ارسل الطريقة اللي يفدي بيها انفسنا ليه لان الحياة بعد الموت ما لها نهاية ايام لا ولا بداية ايام ينفع ان انا اروح لأوتيل اقول له انا بدفع النهاردة اجري الأوتيل النهاردة بس انا عاد شهر ما ينفعش بالمنطق البشري اللي معايا يكفيني اسبوع بس انا عاوز اعود فوريفر اعود على طول اكل شارب ناب عندك باذا لو رحت لله بتدبيره للخلاص اللي عمله بصورة ازالية وابدية هتقول له هقدم لك دمي يقولك ما يكفيش هقدم لك خروف هيحتقرك يه الخروف مين الخروف دو والحيوان بالنسبة للإله ما يكفيش لغطي خطية واحدة كمان يعني كان كل اللي غطي الواحد كان فعلا الزبي حديد غطي خطية طب وباقي الخطايا طب وبعدين يعني ابتخيل موقع سيبك من الأديان وسيبك من أي حاجة أنا دلوقتي واقف قدام إله عظيم مالوش نهاية ولا بداية أنا جاي له أتقدم له بإيه أقول له أنا داخل جنتك ولا داخل سماك صح على أي حساب على أي أساس فلما يكون الله هو اللي رتب لينا طريق الخلاص والفداء ليه لأنه دم يسوع لأنه الأزل الأبدي يتكلم عنك كل يوم أنت عاوز تعيش مع الله كل يوم دور على زبيحة ليها تأثير يومي وأزلي وأبدي عشان تضمن الجنة اللي الناس بتروح تموت نفسها عشانها وتسفج دباع عشانها وإحنا كلنا بما فينا أحسن بني آدم كلنا لما أخذ دم ملوث ما ينفعش يقف قدام الله لو حبيت أظهر قدام الله بأعمالي هيطلع لي كل عيوبي وخطيائي وشر لكن لو حبيت أقف قدامه بالبار يسوع هقول لك ما فيش حاجة لأن أنا شايفك في دم غير دمك وشايفك في حياة فعلا لها الحق إنها تتكلم بصورة أزلي أمين ناخد مكلمة من كندا معنا بنت رب من كندا أهلا وسهلا بيك حضرتك على الهوى تفضلي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لأسوع لأعمال لأشب معنا أعمالي زوجك محتاج عمل نا الصوت بيقطع الزوج محتاج عمل طيب يا رب إحنا بنرفع طلبة أختنا أمامك في اسم يسوع بارك الزوج وبارك الزوجة يا رب إحنا جايين لمحضرك محضرك الأزلي محضرك يا رب اللي بيقدم لنا بساعة الدخول إلى هذا المحضر الأزلي نعم نشكرك لأنك ارتفعت فوق كل الألام نشكرك لأجل كل تعزيه بتيجي لشعبك لكن زي ما قالت الأخت سالو إحنا ما نقدرش نقدم حاجة لكن يا رب بحضورك بالروح المعزي الذي يمكس معنا ويدوم فينا هذا الروح الذي يأخذ من مليك ويعطينا هو الروح القادر أن يفعل أكثر مما نطلب أو نفتكر بارك أختنا واستجب للطلبة في اسم يسوع آمين في اسم يسوع السيس أليكس بيلاطوس سأل الرب يسوع وقال له هل أنت ملك اليهود؟ نعم فالرب يسوع قال له أنت قلت هل فعلا المسيح كان ملك اليهود؟ هو كان ملك اليهود وملك الكل هو الصليب بيورينا إيه اللي ممكن العلب يقدمه؟ وإيه اللي ممكن يعني يسوع اللي في الجسد اللي في منظره لا صورة الله ولا جمال حتى نشتهيه نشتهيه اللي ضرب وأهين وأصيب بكل أنواع قراهية البشر من عري ومن خزي ومن لط لكن هذا لم يفقده ملكوته وده معنى الملكوت الحي يعني مثلا هنا لما نيجي نعرف الأصحاح نلاقي إيه؟ أنه أول حاجة وضعوها لما أخذوا وجلته ضفر العسكر إكليل الشوق وصحيح قال له السلام يا ملك اليهود هو في النهاية بلطس اعترف أنه ملك لأنه لما سمع أنه ملك خاف ولأنه الملك دون ملك روحي وملك حقيقي لما يسوع الملك ارتفع عن أورى شريم خربة البلد لما أنكروا وقال لهم هو ده ملككم خدواه انتوا إسلبوه هم لم يقضوا على المسيح هم قضوا على أنفسهم هم لم يقضوا على ملكوت الله لأن ملكوت الله مازال ليست من هذا العالم أه اللي خسر اللي خسر الملكوت بتاعه كان عدوه الخير خربة أورى شريم اتشردوا في العالم كله صاروا كعبيد سمعنا عن المذابح اللي حصلت في ألمانيا وكور يعني اتشردوا من غير الرب فاللي بيفتكر أنه يعرف يقضي على مبلكة المسيح للأسف بالله أنه حس بيلاطس بالخوف والرعب ومن ذلك الوقت طلب أن يطلقه لأنه عرف فعلا في قلبه ليس في عل فأنا يعني بناشد الناس اللي بتقتل وبتكره طب اعمل نقاش مع شخص مسيحي مر اعمل نقاش قبل بتاخد قرارك وتقتل المسيحي وعاوز تكسر الصليب طب خد ودي في الكلام يمكن يطلع المملكة اللي انت عاوز تهديبها ديا هي المملكة اللي هتثبت وهي اللي فيها النجاة ليك يعني ما تنفعلش ما تاخدش أي قاضي علشان يحكم في قضية بيسمع من طرفه بدل معاملين تسمعه من طرف واحد والناس تمتلك رهية وعداوة وبغضى اسمع الطرف التاني بيقوله واحنا عندنا رد لكل أسئلتك ورد لكل شيء فإعلان حرب بيلاطوس واليهود على مملكتهم مملكة الرب طلعت من قرى شليب إلى العالم أجمع وانتشرت وذهبت إلى أقصاء الأرض وتبعها آيات وعجاب زي ما بتشوف كل يوم فعبر أي هجوم على مملكة يسوع وعليك كمسيح مؤمن هيأثر على مملكة الرب بل بالعكس هو اللي بيدمر المملك إيه اللي بيدمرها هذا الهجوم طبعا الشر والخطيئة وبعدين لو هم بيشوفوا المسيحيين بيشوفوا أخلاقهم وبيشوفوا محبتهم وبيشوفوا توضعهم وبيشوفوا سلوكياتهم لازم يفكروا في الموضوع ده ليه الناس دي بتحب ليه بتحب أعداءها ليه الناس دي مش بتكره اختي سلوى الفكرة أنه التعليم أنا يعني بتابع شوية بشوف اللي حاصل في التيفي ايه وكده بشوف ناس كبار من الأمن وناس يعني أنا بقرة أحيانا في الجرايب فعملين حديث مع أطفال مسلمين في المداري الصغيرة فالطفل بيتعلم من أولى ابتدائي يعني جايبين على اليوم السابع قرية جايبين أطفال بس بياخدوا أقوالهم فبيعلموا الطفل في قولها ابتدائي يقولوا للمسيح ده جربان دريحته وحشة ودول بيعملوا حاجات وحشة في ليلة العيد والرجالة والستات طب ما لو أنت شايف أنه طب ما إحنا عندنا الكراز بتاعتنا على الهوى كلها والاجتماعات كلها على الهوى مثلا كلها على الهوى والستات بيعودوا في حتة والرجالة في حتة ولا ده بيقرب لده ولا بنتجوز أربعة ولا عندنا زواج الميصر ولا عندنا لو أنت مسافر وامراتك بش معاك إحنا عاوز أقول لك الكتاب بس دانا امرأة واحدة وقال لك المرتبط بامرأة كما أحب المسيح الكنيسة يعني الله شبه زواج المسيح أو ارتباط المسيح بالكنيسة أنه الزوج بيحب زوجها واحدة بكل إخلاص وبكل مبنونية وبيقدرها في عناه زي تأدير المسيح بدل يعني ده أصل حضرتك يعني تعليم من الطفولة كنت شايف لواء أمن بيتكلم معه مندوب من الأزهر كبير بقوله المعارض بتاعتكم مليانة كتب سيد قطب وكتبه فتاوي القرداوي اللي كل فتاويه إبادة فهي العملية مش إن إحنا دينا بيقوله العملية إنه الطفل من أولى ابتدائي آه بيتعلم بيمسك الصليب لمؤاخذة ويتعلم إزاي يتف عليه وإزاي يبدأ البرسيكيوشن والإضطهاد من أولى ابتدائي فالغلط مش إن إحنا ما عندناش محبة إحنا لا بنتجاوز أربعة ولا تلاتة ولا اتنين طبعا والواحد بيفضل وفي لمراته العمر كله لعينه بتروح يمين ولا شمال يعني الأولى ابتدائي بيقولك في اليوم السابع كده بقرأ بقولك ده أنا طلعت لقيت وحدة مسيحية كمان محتاجة وبتبيح حاجة على باب المدرسة عشان تاكل وتاكل عيالها وهو في ابتدائي وقلت له يا رب مش حرامي تبقى رحيتهم وحشة ويبقوا بيعملوا حاجات وحشة في الكنيسة وراحين جهنب وكمان معهمش فلوسه بتشحت في الوقت اللي أولاد أولادنا في مدرس الأحد يعني شوف الفرق في المقارنات أولادنا في مدرس الأحد بيتعلموا أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويكرهونكم ويطردونكم يعني حاجة مفارقات غريبة وعلى فكرة الحاجات دي بتخلي مسلمين كتير معتدلين يفكروا يعني لا صدقني ده حتى على التليفونات ناس بتقول لي على التليفونات الدين اللي ما يغيرنيش أغيره دي حاجة الحاجة التانية الدين الوحشي بالمنظر ده أنا مش عايزه أنا مش محتاج له أنا بدور على دين أكون فيه حاسس بسلام وحاسس بهدوء وحاسس بمحبة وده بيخلي الناس كتير بيقبلوا المسيح لأن بيدوروا على الحياة الأفضل مش على الحياة الوحشية طبعا ففعلا محبة المسيح لينا خلتنا نعيش حياة المحبة للآخرين فدي اللي مفروض الناس تفكر فيها فكر في الموثل العليا اللي عاشها المسيح واللي علمها لنا واللي طبعها جوانا وخلانا ما نعرفش نكره وخلانا نحب حتى الأعداء وخلى كل الأخبار بتقول الناس اللي تأزوا ذويهم وأهلهم إزاي بيسمحوا منين جابوا الروح دي منين جابوا المشاعر دي منين جابوا الأخلاقيات السمية دي من المسيح الذي أحبنا وأحبنا إلى المنتهى عشان كده عزيزي المشاهد فكر فكر أنت محتاج تعيش حياة كلها قيم ومبادئ ومش ممكن هتقدر توصل لهذه القيم والمبادئ إلا إذا عرفت صاحب القيم والمبادئ وأعظم واحد زي ما كان بيقول أسيس أليكس في القيم والمبادئ هو ربنا يسوع المسيح اللي جاء عشان يعلمنا إيه هي القيم إيه هي المبادئ اقرأ متى خمسة وستة وسبعة وشوف التعليم اللي كانوا بيقولوا عايزين يحطوها في الأزهر عايزين يعلموها للناس بس للأسف للأسف مش هيقدروا يعملوا كده لأن هم يرفضوا التعليم بتاعتنا تماما تماما يعني عارف أريد حاجة كانت على الفيسبوك حد حطتها إن واحد شيخ بيقولك إحنا عايزين الأزهر يدخلوا فيه المسيحيين بس واحد موزيع بيسأل واحد شيخ يعني بيقوله طب ينفع المسيحين يدخل الأزهر فقالوا لأ بس بعد ما نشيل أجزاء كتير من المناهج بتاعت الأزهر اللي فيها بنقول للناس اقتلوا واتباحوا وقسبوا البنات وبهدلوهم واسرقوهم حبائي فكروا كويس إن احنا محتاجين نعيش حياة النقاوة كفايانا كفايانا شراسة كفايانا قتل كفايانا محدش حيديك الروح دي إلا المسيح تعالوا فكر تعالوا وقرأ الكتاب المؤدس وشوف بيقول إيه وزي ما قال الأسيس أليكس كنايسنا كلها مفتوحة علاوة ما أنتو بتشوفوا مؤتمراتنا وبتشوفوا كنايسنا إزاي بنقدس الرب الإله إزاي بنعبده بالروح والحق إزاي بنعيش مكرسين لمجد اسمه وامتداد ملكوته كنايس بتاعتنا مفتوحة روح احضر مرة وشوف الناس دي بتعمل إيه أو اتفرج على قناة الكرمة هتشوف مجد الله المستعلن جوه كنيسة وجوه الأشخاص اللي هم بيخدمون أقرى الإنجيل يعني إن كان بيقولولك بعمله حاجة وحشة في الكنايس أقرى الإنجيل نفسك وشوف إنه مستوى الزنة في الكتاب المقدس هو النظرة اللي بينظر إلى امرأة مش بالفعل النظرة الغلط زنة إحنا عندنا الزنة مش بالفعل لكن ما النظرة إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زنة بها مستوى الحياة الروحية إنه مش إن الواحد عندنا إنه يمسك واحد ويقتله بالسفي بدل قتل لا المستوى الإلهي عندنا من يبغض أخاه لو أنا في قلبي بغضة فهو قادل نفس آه يعني شوف المستوى الأخلاق والحياة اللي رب عليها إنه من القلب من قلب الإنسان لا عندنا نظرة شريرة ولا عندنا كتبة ولا عمرك سمعت مسيحي دخل وقتل وفجر نفسه ولا عمل طب ده كله جاي منين جاي من إله الحق اللي علمنا اللي بيفرض جزية ولا بالعكس لما كان واحد ملقى على قارعة الطريق ولقى واحد سمري غريب الجنس حطه بيهتم كان لازم تتفتح كانت في أيام الثورة عشان تعالج لمسلم ولا مسيح ولا بيسألك عندناك إيه وتقدم المية وتقدم الأكل والشرب هكذا أحب العالم أو إحنا بنحب الناس لمصلحتنا وبنحب الناس علشان اللي بيجيش تحت إيدي أتباحه وقتله ولا بحب لله الله اللي بيشرق شمسه على الأبرار هو لما الشبس دي بتطلع بتختار بيت المسيحي ولا بتختار بيت المسلم ولا الملحد هي الشبس دي لما بتشرق ولما الرب بيدي لجميع الأرض إنها تنمو هل الرب بيدي أرض المسيحي وأرض المسلم لا ولا أرض اليهودي ولا أرض أي دين يا جماعة عزيزين بتعلم الله زي ما هو حتى بلاش الدين من الطبيعة الطبيعة اللي بتحدث بمجد الله وتخبر بعمل يا دي بتفاهمنا إنه طبيعة الله إله محب إله مش بيفرق في المعاملة بينك وبين أي واحد مش بيحبك علشان أنت دينك إيه ولا أنت أصلك إيه ولا أنت فصلك إيه بيدينا كلنا الخير وبيدينا كلنا الجود ما بيقولش لأ هذا البيت دور هيبقى فيه خير أكتر من التاني علشان ده بيت مسيح وده بيت مسلم وده بيت يهودي الله يرى طيب نرجع معنا الأخت نهاية الأخت فريال من لندن أهلا وسهلا بيكي أخت فريال تفضلي حديدك على الهواء ألو ألو أهلا بيكي أخت فريال تفضلي أهلا بيكي سلام نعمة معاكي معاكي أهلا وسهلا بيك أختي سلوة أنا من كل قلبي أطلب وأصلي تعزية تعزية الرب اللي هو قال في إشعية إصحة 51 عدد 19 يقول الرب أنا هو معزيكم نعم فتعزية الرب تعزية لا تعزيات يعزي أهالي الشهداء اللي وصلوا بالرب يسوع المسيح ونالوا الحياة الأبدية يعني يقويهم ويعطيهم الصبر ويقدرون أن يتحملون هذا هذه الآلام في أيام آلام في أسبوع الآلام آمين وأنا أصلي أيضا للمرضى اللي في المستشفى من رب المسلم وشابين بإسم يسوع القدوس آمين أما هؤلاء الإرهابيين فأنا الحقيقة أشفق عليهم لأن مصيرهم الهلاك إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الرب يسوع المسيح وأيضا أصلي من أجلهم نعم أختي سلوى الدين اللي يحول الإنسان الطبيعي إلى إنسان إرهابي ومدني على الحقد والكراهية والقتل والإرهاب هو فعلا دين شيطاني طبعا لأن الشيطان هو من البدء أبليس جاء ليهلك ويقتل ويهلك لكن رب المسيح جاء ليخلص فالمسيح له كل المسيح هو الوحيد اللي يستطيع أن يغير الإنسان الإرهابي والإدواني والشريف يحولوا إلى إنسان وديع يعني قال تعلموا مني إني متواضع وديع ومتواضع بالضبط رب المجد هو اللي يجعل اللي قال قال لي بوتروس من أراد أن يقطع رئيس عبي ذلك قال له ارجع السيف إلى غنجه لأنه هو إله مخلص إله محب إله رحمه غفران بالضبط ليس مثل الآخرين اللي يتبعون إله مزيف إله ميت بالضبط وأنا أقول لكل من يقول بهذه الأعمال الإرهابية سواء من قتل المسيحيين أو تجليل الكنائس رب المجد قال بسمه الطاهر على هذه الصخرة أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها فمهما ما فعلتم إيماننا الجيد بالرب يتوع المسيح ولا أكبر واحد إرهابي يستطيع أن يتزع محبة وإيماننا بالرب يتوع المسيح من قلوبنا مصبوط والمؤمنين المسيحيين يزدادون يعني كل الأشياء تعمل معا لنخل الذين يحبون الله يزداد إيمانهم وحتى المؤمنين اللي يأتون من العابرين من الحضيرة الأخرى يأتون إلى إلى نور المسيح يعني يشوفون الفرق بين الظلمة وبين النور بين الموت والهلاك الأبدي وبين الحياة الأبدية فمهما ما فعلتم إحنا نصلي من أجلكم وإحنا لنزال نحبكم ليس خوفاً منكم ولكن المحبة المسيح جرع في قلوبنا المحبة اللي هو قال إن جاء أبي وقفت أمه إن عبشة تسقي أحب فعداءكم فالرب يرحمكم أن جاء أفليكم الرب يرحمكم ويشفق بلوره بقلوبكم وينور ذلك ويبقى ظلم ظلمة أبليس اللي قيتكم والظلمة اللي عايشين بي وأبليس والخطيئة اللي واقعين بي ما تعتقدون في حور العين هاي كل حكي مزيف ولا جنة الجنة هي جنة للرب قدوس ولا يدخل أحد إلى الجنة إلا القديسين اللي انغتلوا بدم الرب يسوع المسيح ونالوا الحياة الأبدية أما القتلة والزنات وكل الأشرار مصيرا الهلاس البحيرة المتطقة وبحيرة النار نعم فالرب يرحمكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك ربنا يباركك يا أخت فريال عارف يا أسيس أليكس حد كان كاتب على الفيسبوك بيقول إذا كانوا القتلة والمجرمين دولة هيروحوا الجنة يبقى الجنة مليانة قتل ومجرمين ساعة الوحد يعيش معهم إزاي تكون جنة وهي مليانة بالقتلة والمجرمين ولو تفاجئ بحد مسيحي هناك حاجة غريبة يعني معنا الأخت نهال من إنجلترا أهلا بيك يا أخت نهال تفضلي حضرتك على هوا أهلا بيك يا أخت سلوة وأهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك حضرتكم طيبين وانتي طيبين ربي باركك يا حاببتي أهلا بيك قد إيه باشكر ربنا يا أخت سلوة يا حضرت الأسيس على الأيام الجميلة المباركة اللي إحنا فيها بالرغم من وجود ألام لكن فيه استنارات جثيرة جدا وناس بتتعرف على الإله الحقي ربنا وبشكر قناة الكرمة أنها مساهمة بمجهود رائع في إعلان الحق عايزة علق على جملة قلتيها يا أخت سلوة وبعد كده هسأل سؤال للأسيس أليكس بتقولي ليه الناس دي بتحب ليه الناس دي مش بتعرف تكره وعايزة زود ليه الناس دي بتعرف تغفر لأنه من أهم الحاجات اللي عايزي وصلها الصليب هي الغفران لكل من يسيء إلينا والكتاب بيعلمنا متى وقفتم تصلون فاخفروا إن كان لكم على أحد شيء اللي كي يخفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم مزبوط فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يخفر لكم أيضا أبوكم السماوي فسؤالي هنا حد الأسيس لما بنقول كده لناس على خلاف مع بعض بيستشهدوا بالآية ويقولوا الكتاب كمان بيقول حسب طاقتكم سلموا جميع الناس يعني حسب طاقتنا كمان لازم ما نخفرش لجميع الناس ما أقدرش يعني في حدود في الغفران فده نفسي حضرتك ترقي دوق على الحتة ديت والسؤال التاني اللي حاصل ده مخلي طبعا ناس كتير من المسلمين المعتدلين بيفكروا والنتيجة إنه هم بيتركوا الإسلام بالزبط لكن أنا قابلت نوعيات كتيرة يا أخت سلوى بتقول أنا أحسن لي أعيش بلادين وده كلام فارق كله وبيضطروا يفضلوا في المنطقة الرمادية اللي هي ما بين الأسود والأبيض ما بين الظلمة والنور فسؤالي تاني يا حضرة الأسيس إيه خطورة الناس اللي بتتوقف عند المرحلة الرمادية ديت وعايزة أتيب سؤال أخير للتفكير لكل واحد مسلم غيور على دينه وبيقول الإرهاب لا يمثل الإسلام داعش لا يمثل الإسلام الأظهر لا يمثل الإسلام من يمثل الإسلام كده وربنا يتبرف بالنسبة للمرحلة الرمادية أنت بتتكلمي عن المسيحة ولا المسيحة الملحد الملحد ده في ناس كتير بتلحد بتقول إذا دين الإسلامي كده بيلحدوا يعني ممكن نقول لهم إيه الناس دي طيب هو السؤال الأول حضرتك يعني السلام غير الغفران يعني الرب لما علمنا لا نجازي عن شر بشر ولا نقاوم عن شر بشر بسأل لي النقمة أنا أجازي يقول للرب والرب لما قال على حسب طاقتكم سالمه جميع الناس يعني أنا عايش في سلام في وسط يعني عالم كله زئاب وعالم مضطرب إحنا بنبقى حكماء مثلا زي بيقول بسطاء كالحمام لكن حكماء كالحيات فالسلام إننا لا أجازي عن شر بشر مش واحد دينه بيقول له واقتلوهم حيث ما تجدوهم وضيع عليها الطريق أين ما تجدوه وبينادي بالجزية أنا هعمله بالمثل لا إحنا بنحب عدقنا بنبارك لعينينا ده السلام إننا مش هغير ديني علشان الدين اللي قدامي بيقبر كفر الذين قالوا عيسى بن مريم هو الله بيكفر وبيقتل وبيتبح وبيهلك أنا مش هروح أمسك له سيف قدام السيف بتاعه لأن النقمة الإلهية اللي بتيجي بتيجي على مستوى أمم وشعوب وإحنا شايفين اللي حصل في العالم الإسلامي كله إيه أكتر من إننا أحط يعني عيني المبدأ عين بعين وسن بسن والبادي أظلم ده على مستوى البشر لكن على المستوى الإلهي اللي حاصل من الارتباك والهدم والقتل اليومي لجماعات وجماعات ده العدو لما بيقتل حد مؤمن ممكن الله ينتقب أو يرد النقمة ليه النقمة في ألوف أو في تغيير ملوك زي ما شفنا أو في تغيير رؤساء كانوا بيتطهدوا المسيحيين وفي تغيير ممالك وتغيير شعوب فالرب بيحسب الدم من أيام زكريا مش بس يعني كل سفك دماء بيجي على مؤمن الله بيحسب سفك الدم ابتداء من قيين وهبيل بيجيب الماضي كله وينتقم للماضي كله من القديم للجديد لكن إن أنا يعني السؤال بتاع حضرتك الغفران إن أنا يا رب لا تقم لهم هذه الخطية أنا من قلبي فعلا إن أنا عيش في سلام مش برد على العدو بطريط لكن إن أنا أغفر أنظر إلى أفعالهم امنح عبيدك بسيب القضية للرب بتكلم بكل مجهرة لكن بالنسبة لي سجان فيليبي اللي حط بولس وسيلة في المقترة الداخلية وكان يصليان ويسبحان الله أول ما حصلت الزلزلة مالشهو جالك موت يتارك الصلاة ربنا انتقم منك أهو ربنا هياخدك وياخد اللي معاك وديك هتقتل نفسك أنا هسيبك تقتل نفسك لا بولس وسيلة في المقترة الداخلية كانوا يصليان ويسبحان الله ولما قالوا لا تفعل لنفسك بنفسك شيئا رضيا إحنا كلنا موجودين هنا وآمن بالرب يسوع وخلص هو أهل بيته ده كان في سلام لكن الغفران أنه لما جات الفرصة أنه يشوف عدوه هيقتل نفسه وهيموت نفسه بالسف قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا يبقى ده الغفران اللي بيربح العدو لأن احنا ملناش عدوه واحد غير إبليس مصارعاتنا ليست مع دم وله أما اللي في منطقة الرمادي لا هو كده ولا هو كده الرب بيقول اختاروا اليوم من تعبدون حتى في وقت البع الأيام إليه قال لهم أحسن يبقى لك إيمان بحاجة من الإيمان بلا شيء لأنه يعني حتى الدين الآخر زي ما بيكفر المسيح بيكفر الملحد فهيحط نفسه تحت قضاء الدين اللي بيقول له يعني أن الدين عند الله هو الإسلام حتى لو ملوش دين فهو محكوم عليه بالقتل والإبادة لأن الدين عند الله هو الإسلام فهو شخص محكوم عليه بالموت على الأقل لما يختار الرب يسوع ويختار قوة دم يسوع ويكون في شركة ممكن ينجو لكن أي شخص موجود في أي دولة إسلامية بحسب الدين أن من يختار غير الإسلام دينا يقتل أو تفرض عليه الجزية أو تأخذ أمواله فهو في خطر فالشخص اللي هو ما عندهش إله هو بلا إحماية وبلا اختيار كده أو كده موضوع تحت التهديد لكن اخترنا الرب يسوع ولنستع تدبير الجسد لك بالشهوات الرب يستطيع أن ينقذ وأؤكد لك أنه كل مرة بيصفك الدماء بيزيد عدد المؤمنين بالعشرات والمئات والألوف كل مرة بيقتل عدو واحد بيجي قدامه ألف وألفين والألوف من الرب واحد يعلم ده صحيح ده هو خسران لنفسه أنا ما ما عنديش حاجة ضده ولا بكره أي شخص ولا بكره أي حد بس بقوله لحمايتك اختار من تعبد على الأل يبع عندك نوع من الحماية الروحية اللي هو السوبر ناتشرال اللي فيها الرب ممكن يتقدمك السؤال الثالث اللي سألته اللي هو فكرة كان إيه هما سؤالين أعتقد هي سألت سؤال ثالث كمان طيب عارف من سمو التعليم بتاعت الرب يسوع بيقولك إن قدمت قربانك وتذكرت أن لأخيك شيئا عليك يعني واحد رايح يصلي ويقدم قربانه وتذكر أنه غلت في حد اترك قربانك على المسبح وإذا بيصطلح مع أخيك هي دي المساحية هي دي الحياة الرقية العظيمة القوية المحترمة هو ده إلهنا اللي علمنا إزاي فعلا نحب كل الناس يعني حد مرة قال المحبة دي للي يستاهل وللي ما يستاهلش إحنا بنحب وبنحب بشدة الناس اللي عندهم الملحدين عايزة أقول لك كلمة جرب العيشة مع المسيح هتندم على الأيام اللي عشتها بعيد عنه هقول الجملة دي تاني جرب العيشة مع المسيح هتندم على كل دقيقة عشتها بعيد عنه هنأخذ مكلمة قبل ما نطلع فاصل يا أسيس أليكس معينا بنت الرب من كندا أهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهوة تفضلي السلام المسيح معاكم ومعاك أيضا أهلا مهلا أول تنونا نسمع حلقاتكم الشيقة والمباركة الرب يحافظ عليكم الرب يباركك يا حببتي ونعايزي أخواتنا وكل أهالينا في مصر ربش قويهم بالروح القدس وأنا عايزة كمان أطلب منكم مشهورة من الرب وصلاة يعني زوجي بيشتغل وفي واحد يدخل عليه كل مرة مسلم يعني بيحكي له أنتوا وصخين أنتوا روح شوف المسيحيين يعني بتاعتكم كلهم بيروحوا للبارات والأماكن الوصخة كل مرة بيروح يعني يسمعوا كلمة وآخر مرة يعني دخل عليه قالوا أنتوا إيه يعني شبعانين بزوجة وحدة يعني كيف أنتوا تقدروا تعيشوا مع زوجة وحدة يعني زوجي جاوبوا بكلام قاسي احنا مريد نجاوب شر بشر قالوا أنتوا نجسين مريد احنا نعيش بدنس الخطيئة هما من يسمعوا هيك هم يعني يعني يعتبروها السكينة بقلبهم راح يعني يعتبرها كلام قاسي على زوجي فأنا أريد من الرب يسوعي أن تحكم الزوجي مش يعني يعني هو شريم مش يعني يعني يجاوب بالشر وكمان مرة دخل واحد عليه فزوجي أعطاله للكتاب المقدس كان بيحقيله عن الرب وهو أخذ الكتاب المقدس وورا فترة دخل على زوجي جايب وحده يعني اتزوجها ومحجبها يعني من كندا هي قال شوف أنا اتزوجت وحدها وحجبتها مسيحية كانت يعني يعني الشيطان بيعمل بأفكارهم وداخل نفس هو الشيطان اللي دخل بيهودة بيستخدم نفس كثيرين هو هو نفسه بالضبط في حاجتين عاوز أقولك عليها ان احنا فعلا بنجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء بكل وداع لا تخرج من أفواهنا كلمة شريرة يعني سبب اقتناع الزوج بالزوجة الوحدة انه الرب حررنا من الشهوة وحررنا من الخطيئة وانه المقياس بتاعنا فيه ناس بتروح برات فيه ناس بتعمل خطيئة لكن احنا فيه مقياس ايماننا هو رئيس الايمان ومكمله مقياس ايماننا هو تعليم كلمة الله والكتاب المؤدس مش الناس الناس المقياس بتاعنا ان انا ارجع الى الشريعة وإلى الشهادة زي نقول سراجه لرجلي كلامك ونوره لسبيلي فاحنا المنهج بتاعنا لو فيه واحد مش ماشي تابع المنهج ده مش زنبنا احنا لانه الرب وضع طريق الحياة والموت وقال اختار الحياة فتحي وبعدين لو فيه تهديد على حياته احسن يعني يلجأ للقانون وحماية قانونية لكن احنا مش بنجاوب عن شر بشر لكن بنجاوب بكل نعمة وبكل هدوء وبعدين لو فيه واحدة يعني ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء كسرين بيقول عنهم الكتاب ان احنا مجرد علاقتهم بالرب هو علاقة اسمية او تنبانة باسمك وباسمك اخرجنا شياطين وقال لهم اذهبوا عني يا ملعين لا اعرف كنا فمجرد ان حد دعي عليه اسم المسيح وراح ديد تاني ولا تنقب ولا تحجب احنا مش بندور على القطرة العددية لان الله وفاحص القلوب والكلة احنا مملكتنا ليست من هذا العالم فاحنا مش بندور كم مليون بيتبع المسيح ولا بندور على اعداد من الغالبية ومن المينورتي لان الكتاب قال ما اضيق الباب وما اقرب الطريق الذي يؤدي الحياة الابدية ما قالش ان احنا عاوزين 75% من العالم يتبعونا ولا حتى 40% لكن قليلون الذين يجدونه زي ايام نوح خلصت تقريبا 9 نفوس بالماء او نفوس ثمانية انفس بالماء كان العالم كله حوالين نوح بيشرب وبيسكر وبيعمل كل الخطايا واديان مختلفة لكن تمن نفوس هي اللي خلصت فالكترة العددية لا تهمنا ولا احنا عاوزينها لان الهنا مش اله الكترة العددية ولكن النوعية القلبية اه صح اله الكام الكيف وليس الكم مش مهم العدد دي خالص لا طبعا خالص نشكر الرب احباء المشاهدين احنا نطلع فاصل قصير سنعود اليكم لان فيه تلبط صلاة كتيرة في الكنترول ومحنجبها بعد الفاصل حنبتدي نسلي لأجلة تلبط الصلاة ونكمل المكالمات بتاعتكم ابقوا معنا احنا نشاهدين احنا نشاهدين تشعل في أشراقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قصيت لكي لا تشقيني يدك المفتوبة ربي تسليمي تشعل في أشراقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قصيت لكي لا تشقيني وخلاص من الموت لسببني أنك ضحيت كي ما تنجيني لم يتنك موت أو أدم كنت مسؤولا بأديني لم يرهب كأول العاري مشروح حتى تشفيني لم يتنك موت أو أدم كنت مسؤولا بأنيني لم يرهب كأول العاري مسؤولا بأنيني مسؤولا بأنيني موسيقى 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 يدك المثقوبة ربي تسليمي تشعل في أشراقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قصيت لكي لا تشقيني لم يردك أن أطلق من أجل قصيت لكي لا تشقيني من أجل قصيت لكي لا تشقيني لم يردك أن أبقى حزيذاً أحببتني ربي قبل التكويني أتبعك ربي ونسيحي أنت معطقدي وديني أعشقك أنت يديك فيك فيك ربي ونسيحي أتبعك ربي ونسيحي أنت مسؤولاً لأنيني لم يردك أن أبقى حزي أتبعك ربي ونسيحي أتبعك ربي ونسيحي أعشقك أنت ويديك أتبعك ربي أتبعك ربي ونسيحي أتبعك ربي ونسيحي أتبعك ربي 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 أوحيا بإ 115 Jay وضعك ربي إلى so المنحة أتبعك ربي أتبعك ربي أتبعك ربي أتبعك ربي أهلا بكم مرة أخرى أحبانا المشاهدين والمسيح في صحنة قد ذبح فلنعيد نشكر الرب لأن الرب ميزنا إذ جعلنا أولاد لشخصه العزيز المبارك بصلي لكل واحد متردد بصلي لكل واحد بعيد بقوله تعال دوء حلوة العشرة مع المسيح هتكون أسعد الناس اللي على وجه الكرة الأرضية أهلا بيك مرة تانية أسيس أليكس وعندي كذا إيميل وتلبط صلاة بس أقرأ الإيميلات وقبل ما أخذ الإيميل معنا بنت رب من كاليفورنيا أهلا وسهلا بيك تفضلي حديدك على الهواء الأخت سلوى والأخ الحبيب دكتر أليكس حنة مباركين أنتم من الرب ورب أعطاكم في يدكم خدمة تخدمون بها الرب وتخدمون بها أبناء الرب أنا أول شيء أعزي أنفسنا وأعزي أنفسنا عن نسان كل الطائفة الأرمانية وبالآلام التي شهادتها مصر أختنا الحبيبة في هذه الأيام المقدسة الرب يسكب على أهاليهم والتحديد ونعزي نفوسنا ونعزيهم والرب يكون في يحافظ عليهم شكرا لك أنا أنا بنتي الرب وسبق وأن تكلمت معك لخص الواحد على قضية ابنتي ريتا وتقريب مرتين ثلاثة خابرته أنت مك أنت موجودة والحقيقة أنا معجبة بك وبقص أليكس هذه أول مرة اللي أتكلم مع الدكتر أليكس الذي يش شفتوه شفتو العجاب اللي صارت على إيده مثل ما قال المسيح إن تؤمنوا فسوف تعملون الأعمال التي أنا أعملها وفعلا الخوات والأخوة على إيدهم تصير الأعمال المعجزات الشفاء فدكتر أليكس الأخ سلوة تعرف قضيتي وهي أن ابنتي ريتا أمرها ثلاثة واربعين سنة صرت طعام سنة من زوجة ومعتها طفل قبل سنة حاولت تريد طفل وذهبت عندها الأطباء وهو الطبيب العظيم ربنا يسوع المسيح فسوت هذه الأشياء بمواصلة الأنابيب وثلاث مرات متنجاح يطلع غير طبيعي فدفت للأخي التلوة صلت عدة مرات وكنت من أخابرها أبكي فأجعلت تلقاتي إذا راح تبكيت أنا ما راح أعكي بياك وفعلا أجل بكل قوة أتكلم لا أبوك بس تضري مستوع للرب وأطلب عندك رسل من عند الرب أنا شاركوني بهذه صلاة الصلبة اللي أطلبها من عصه همين أتنمها ريتا همين اسمها ريتا ريتا يا رب احنا نمشكرك لأجل بنت الرب ونضع رب الأيدي على ريتا كل من يريد يا رب زرع بشر نضع يمين البركة يمين القوة ونقول لك يا رب أنت عندك القوة لإنشاء نسله أعطاء نسله نطلب يا سيد البركة والقوة التي أعطيتها لسارة وحنة أم سموئيل أن يا رب كل من يحتاج إلى أطفال الآن يا رب اذهب ببركة لأن وعدك لأولادك يا رب أن نكثر ونصمر ونملأ الأرض اجعل أبنائك مصمرين روحيا وجسديا ونفسيا وتعالى ببركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعالى أنت أريتنا آيات هذه عددها فيها مرة جيه توقم ومرة جيه تريبلت وحتى في سن الخمسين سنة كنا بنشوف ناس يا رب بتعطيهم بتعطي الزوجة الخمسين سنة أبناء يا رب تعالى مد يدك بنعمة وقوة وقدرة إلهية فوق المعتادة مد يدك يا رب برحمة وبقوة وبركة على هذه الأخت في اسمي يسوع وعطي لكل من هو نظيرها يسأل زرع بشر أن يكون له آمين آمين أقرأ كم إيميدي أسيس أليكس قبل ما ناخد بقى التلباط أرجو الصلاة من أجل حياتي الروحية ومن أجل مشاكل في العمل وواحد بيقول أنا ابن الرب سلام المسيح أطلب صلاة من الأسيس أليكس من أجل الإقامة لأني أثق في قوة الصلاة وشكرا أرجو الصلاة من أجل نادية في مصر عندها دوخة وحصوات في المرارة وألم في الظهر في حد بيقول أرجو الصلاة لأني أعاني من ألم في الثدي الأيسر ومحتاجة صلوات كثيرة وربي بارككم في حد بيقول أرجو الصلاة من أجلي ومن أجل أولادي حاولت أتصل بالأسيس أليكس وما حصلتوش الرب يبارككم أرجو الصلاة من أجل بنتي ربنا يرتب لها شغل مناسب لبنت الرب ويرتب لها ارتباط من إيده أنا نادية صلاة من أجل الخوف تعب حالتي النفسية أرجو الصلاة لأجل أندرو ليكتاز امتحان في الوظيفة انترفيو يعني أطلب صلاة من الأسيس أليكس ومدام سلوة يصلوا من أجل نجاح مينا والرب يجدد ذهنه فيه إيميل تالت بيقول صلاة من أجل شفاء نفسي لأني تألمت كتير طلبت الشفاء من الرب لوالدي من مرض في الرئة لكن إرادة الرب كان أنه هو يطلقه للسماء أريد أن يطمني على خلاص نفسه لأنه كان يشرب سجاير عملت له جلطات فرقة وصلت لأجل فتح باب الزواج الرب يعود عن السنين الانتظار لأني أصبح أربعة وربعين سنة ولكن لا أقدر أن أقبل أي شخص يعني هي يا بقيت وصل الكلام ساعات مذكر ومؤنس أريد إرشاد من الرب أيضا علي قروض مادية الرب يفتح لي باب الرزق ويحل مشكلتي المادية وصلات من أجل أختي وأخويا في مصر ليس لديهم شغل وسنهم كبير وباب الزواج مغلق أمامهم طيب فيه مكلمتين ناخدهم الأول معنا الأخي يوسف من إلينوي أهلا وسهلا بك أخي يوسف أرحبك أسالكس أهلا بك أرحب بالأخوة سلوان أهلا وسهلا بك أقدم تعزياتي للشعب المصري أمين ربي يعزينا كلنا الرب يتمجد ويعزيهم فعلا وإحنا بالحقيقة معهدنا موت قد نانتقال من حياة زمنية إلى حياة أبادية اثنين أرجو الصلاة من أجل بنتي حتى إلهنا يفتح لها رزق تشوف أمل أمين اسمع اسمع يا أخي يوسف أنا مناهض لك اليوم دكتور أليكس أنت ذا تقول ذا يجب أن نتعامل ويا المسلمين بالحسنة لا إذا المسلم يقول لي ولو أنا لي حد الآن بس مرة وحدة شفت وحدة مسلمة حشت على إنجيل حشت وياها طلعت القرآن وكذب القرآن بس أنا من أحشي ويا مسلم ما أحشي كإنسان عادي إذا يقول لي كلمة أقول له كلمتين إذا شوية صار أصبي أنا أحفو تشكوك برأسه حتى يصيرات مليون المسلم ما يعرف لغة الاحترام يعرف لغة قوة الثلاثة بالنسبة للأخت اللي طلعت من كندا بنت المسيح إذا جاء زوجها وجاء له واحد مسلم جاء له وحدة هاي مسيحية سويتها مسلمة أنا لو كنت بداله أقول له وين أشوف وحدة مسلمة أقول له بويفريند كمان اثنين قل له أنا عندي خطأكو بالإنجيل أو ليش وحدة بسأتكم أقول له خلي الجاوبة زوجها الظهر ما يعرف القرآن زين يقدر يسوي زوجها عليها التجحيش الثلاثة ما عيب على نبي محمد بصورة الأهزاب ثنين وخمسين يبدل زوجاته ما عيب على إله يخترى نسوان وغلمان للنكاه شكرا لك يا أخي يوسف إحنا مش مجالنا نتكلم عن الإسلام دلوقتي إحنا بنحاول نوصل للصليب ونشوف الصليب المدرسة العظيمة المباركة اللي رب يسوع علمنا منها أعظم وأروع الدروس لكن إحنا بنقول مناش دعوة ربنا يرحمهم برحمته ويغيرهم ويتقابل معاهم ويديهم أنهم يعرفوا النقاء والقداسة بتاعة المسيح ليتبعهم والنقاش ما بيخلصش يعني أنت بتقول حاجة وبيجيب لك حاجة طبعا وفي التقية ويخلى ويغير الكلام ويقول لك أصلا ده العصر ده وانو مش العصر ده بالضبط يعني إحنا مش بنيجي بكلام الحكمة الإنسانية إحنا نيجي ببرهان الروح والقوة النقاش ما بيخلصش والجدل ما بيخلصش وأنا ما حبش أتكلم في جو النجاسة أنا محب أني أحتفظ بالبركة اللي أنا موجودة فيها أي أجواء فيها كلام عن الشر والخطيئة والنجاسة أنا شخصيا ببتاعد عنه بولس ولقى أرتميس ما عادش بقى يفاهمهم الفرق بين المسيح إيه وأرتميس إيه ولكن دخل بقوة الله وببرهان الروح القدس وانتهت أرتميس الأفاسوسيين في يوم واحد بعمل روح الله صحيح إحنا نصلي إن الرب ينور عينيهم بس هم عينيهم وقلوبهم يعني مغلقة ومش عايزين يفهمهم لكن إحنا نصلي إن الرب يفتح عينيهم ويفتح قلوبهم لأن زي ما حضرتك بتقول حتى الأطفال بيعلمهم الشر من الحضانة واللي ابتدائي فمش هينفع فيهم غير روح الله بس ما فيش غير كده شكرا لك يا أخي وصف معنا الأخ جورج من كندا أهلا وسهلا بك يا أخي جورج تفضل أهلا بس بدي أقول تعازية روحية والمعزي الوحيد هو الرب يسوع الذي قال للجميع أن أرد أحدهم أن يأتي ورائي أهلا بس نفسه ويحمل صليبه كل يوم كل يوم وطريق له ما أضيق البيت لأنه قال إذا كانوا قد فعلوا بالغسنة طريمة فاعل فماذا سوف يفعلون بكم إذا هو مثل الملوك ورب الأرباب الذي له قعب كبير للرطب والضبط والشبق فعلوا ما فعلوا بالعود الرطب أي أنا وهذا هو الرب فكيف فماذا سوف يفعلون بنا أنا بس كلمة للأخوة المصريين عامة المسيحيين في كل أنحاء العالم أنه تصبروا وتشددوا بالرب سوف وتقربوا وصلوا وصوموا لأن طريقنا هو الرب لا أكتر ولا أقل بس الأخي يوسف أنا بحبه بعلق معه في قنوات كثيرة من الفضائية بس يقوله سوف يربحون يا أخي يوسف لأن الشيطان وراء كل هذه العمليات الذي سوف تفعله هو أنت تأتي للشيطان ماذا فعلت لم تفعل شيء لأن المحدة هي أكل شيء المحبة تسكر على كل شيء المحبة تجلب أنا رأيت اختبار أنت وأخي أليس تمام بصفحات مليئة جدا بانتفاضة الأشراف المسلمين الذين يقولون كلمات قريتوا ورأيتوا شيء عجيب غريب حتى من المديعين كلها شغلات نشرفها إن دا صحيح إن دا صحيح أحد وحده من أحده أحده قابلت الأب يعني يقول البابا بابا الكريوس في قابلته استغباله حتى كتبت كلام يبقي صدقيني إنه هي مسلمة فأنا بدي بس أقول أنا في خبر هلأ تفقيتوا لأنه أنا مع الصوت المسيحي الأر يقول أنا بتمنى أنه أبونا الأخ أليكس أنه يصلي يقول حرق ثلاثة منازل في الدقيقة اللي نحن عم نتكلم وإصابة ثمانية أقباط فين حتى الآن في اعتداءات كوم اللوفي كوم اللوفي أنا ما بعرف وين أياه طبعا في دانتي بتعرفي وين لا اقتلت بيوت دول فين؟ في مصر؟ في أي بلد؟ في مصر يا سوى مكتوب اعتداءات كوم اللوفي والأخباط يصرقون أغيتونا يا رب يا سوى أرجع بدي أدبه شيء كان فيه كان فيه أخبار تانية من روسيا بتقول أنه أنا قلتم على الحلقات التانية بس أوضحها أنه لا تخافوا لأنه في داعش عم بيوت بكميات كبيرة هاربين من سوريا ومن العراق حتى يكونوا ويخعبوا ما بين المسيحية والإسلام ومخططات كثيرة لتضمير كأس كثيرة وقاتل أنا يعني سطيني وصلي وصلي وأنا يعني ما في نغاية تشد بالرغة هنصلي دلوقتي حاضر ماشا هنصلي هنصلي يا رب هنصلي أفجور شكرا لك هنصلي أفجور يا رب هنصلي أفجور شكرا لك يا رب ارسل حضورك الإلهي كما كنت تدافع عن شعبك يا رب ومرة أخرى يا رب بنطلب قوة دم يسوع على كل البيوت على القوائب حتى أعبر الملاك المهلك ولا يجد مكانا للهلاك ولكن يا سيد الرب أعبر عن شعبك كل غضب وكل تهديد وعط يا رب لكل بيت حماية سماوية الآن وعدك يا رب من يمسنا يمس حدقة عينه شعور رؤوسنا محصاة في يدك يا رب نحن نأمر وننتهر كل أجناد الشر الروحية كل تخطيط يا رب وكل شيء معين ضد أبنائك تسقط يا رب مشورة أخي توفل وحشاء الأرق وتسقط يا رب كل مشورة بالقتل أو الحرق في اسم الرب يسوع نعلن انتصاراتك ونعلن غلبتك بدم الخروف يا رب ليس لنا لكن لإسمك يا رب اعطي المجد والقدرة والكرامة تعالى تجول في مصر في سوريا في روسيا في العراق في كل الدول العربية في كل العالم يا رب واعبر بدمك واعلن قوة الدم وقوة الصليب يا رب وانتهر نقولي انتهرك الرب يا إبليس لأن أبنائك شعلة منتشلة من النار يا رب بدل استياب القذرة ولبسنا ثيابا مقدسة وكما وعدت يا رب ياهوشع والرجال الذين معهم آيات وعجائب اجعلنا يا رب فعلا أن تكون يا رب هذه الأحداث وهذا القتل وهذا الدمار يتحول إلى آيات وعجائب الخلاص لكل الشعوب ولكل الأمم وتشرق بنور وجهك يا سيد الرب لأن خوفهم لا نخافه لكن بإسم الرب يسوع نؤمن يا سيد أن تخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة وتبدل رب الشوك الذي كان في إكليل رأسك يا سيد صار تاج وصار أكاليل بر وأكاليل حياة للذين يحبونك يا رب أنت كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي وأنت أيضا يا رب كالتفاح في وسط الأشواك يا سيد نأمر يا سيد أن تأتي بخلاص وتأتي يا رب بطعم الخلاص والحياة الأبدية وحياة أفضل في شخصك يعظم انتصارنا بالذي أحبنا وتنتهر كل أجناد الشر الروحية عن شعبك وعن الأوطان وعن العالم وتسقط يا رب كل آلة صورت ضد شعبك آمين جاتني تلبت صلاة يا أسيس أليكس بيقول أرجو الصلاة لأجل 22 خادم في أفغانستان حينفس فيهم حكم الإعدام ونفسي أو نصلي لأجل المصابين في المستشفيات في مصر أن الرب فعلا يوصل إليهم ويقيمهم ويخفوا بسرعة واللي اتحرق البيوتهم الرب يوصل إليهم فورا مرة أخرى رب بنضع أمامك أفغانستان وشعب أفغانستان ونقول لك رب اذهب برسالة الخلاص وأعلان دمك رب وأعلان قوتك في أفغانستان أنقذ رب هؤلاء الخدام الذين يخدمونك بكل نعمة رب ارسل حضورك الاله ينقذهم يا رب من الإعدام ومن كل عمل موجه ضده في اسم الرب يسوع إن كان رب في هذه الحلقة نسمع عن إصابات وتهديدات كثيرة لكن نعلم يا سيد الرب نظر إليك استنار وجوم لم تخجل ومعك يا سيد الرب عيني الرب تجولان الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كامل ارسل حضورك الاله يا رب يزعج كل أجناد الشر الروحية وكل أجناد العدو وفي اسم يسوع كما سقطت قوة السجن وسقطت الأسوار أمام بولوس وسيلة اللذان كان يصليان ويسبحان الله وحدثت زلزلة ارسل يا رب زلازل تخلص شعبك يا رب وتخلص خدامك من أي قبض زلزلة روحية يا سيد الرب تسقط كل أسوار السجن وتطلق بولوس وسيلة وخدامك أحياء من الإرهاب وأحياء بدم ربنا يسوع نصلي للمصابين الذين في المستشفيات وأن كنا يا رب قد سمعنا أن عدد كبير قد خرج منهم كمل عملك مع الباقي واعطي واكتب ليهم سلامة واحفظ مصر واحفظ كنايس مصر والعراق وسوريا والعالم العربي خصوصا يا رب في الوقت الذي تحتفل فيه كنايس بموتك وقيامتك اعلن يا رب قيامتك بكل مجدة احفظ رب من أي هجوم إرهابي أي كراهية ضد شعبك احفظ رب كنيستك المبنية على صخر الظهور حجر الزاوية شخص ربنا يسوع أعطي أبواب الجحيم أن لا تقوى عليها في اسم يسوع نعلن نصرة على كل أبواب الشر وعلى كل كلام يا رب موجه ضد شعبك غير الشعوب وغير القلوب وغير الألسنة ولا تقال كلمة شريرة على شعبك آمين 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 مبارك تلبط تلبط صلاة عندنا كتير عندنا موسم مكلمة أخيرة هناخدها من كاليفورنيا وعندنا تلبط صلاة أي الأخ أديب من كاليفورنيا عنده مشاكل فرقتين رب يتدخل في الأمر ويشفيه ويلمسه في اسم رب يسوع آمين فنصلي لأجل الأخ أديب ها عنده مشاكل فرقتين معنا على لا مش معنا على الخط دي تلبط صلاة جات لنا يا رب احنا منرفع الأخ أديب بين إيديك يا سيد الرب ونطلب يا سيد انتخلق رئة جديدة وتصنع كل جديد بنضع أمامك يا رب كل الطلبات اللي جات الطلبة لأجل حد طالب حياة روحية اشرق بنور وجهك واصنع ربك كل جديدا وشعبك يتصالح معك بدم ربنا يسوع لأجل ابن الرب اللي بيطلب إقامة أعطي يا رب الإقامة وتنفتح السماوات وتأتي الأوراق وتأمر لشعبك يا رب بإقامة جديدة حيث أرض تفيد لبنا وعسلا من حضور الله ناديا وحصوات المرارة يا رب بننتقل حصوات البرارة حصوات الكلة أي حصوات من أي نوع تزال الآن في قوة دمك وعمل صليبك اللغة اللي عندها ألم في السدية بإحفاظها يا رب بنصلي لأجل شفاء كل أورام شفاء كل التهابات بكتيرية أو فيروسية ونصق يا رب إنك سمعت حد كان طالب صلى لأجل الأبناء إحنا بنصلي لأجلهم الإبناء اللي محتاجة شغل افتح يا رب أبواب العمل وأبواب الرزق أمام شعبك وأمام كل أحبائنا الذين يا رب يسمعوننا الآن أو في الأعادة أعطي نعمة فوق نعمة ناديا لأجل حرية من الخوف في اسم يسوع أعطيها بركة يا رب أنت لم تعطي روح الخوف بل باسم يسوع ننتهر كل روح خوف وكل رعب على شعبك وكل ألأ وكل التراب ونعمر بسلام الله الكامل الذي يفوق كل عقله في اسم يسوع زعزع كل استقرار لعدو الخير زعزع رب كل مكان تسقط حصود إبليس تسقط أسوار أريحة يعلن شعبك أن الله رب لمجد الله الآب في كل الأرض بنصال لك لأجل أندرو وامتحان الوظيفة ونعمة أمامه رب ينجح وتعطيه نعمة غير عادية نجاح مينة والأخت اللي شافت والدها اللي بيشرب سجاير والسجاير والسجاير عملية لبلات كلوتس ولوست الجسم كله حرر شعبك يا رب من كل إدمان وإن كان الآب قد انتقل لكن يا سيد الرب نحن نسق أن الرب يضم أختنا إلى صدره ويفتح أمامها الباب أيضا اللي بيطلب فتح باب زواج 44 سنة والأخوة والأخوات بيطلبوا العمل والزواج وعليهم قروض وديون بنضع رب هذه النفوس أمامك ونقول إله كل عطية صالحة وإله كل موهبة تامة يسدد كل دين ويفتح جميع الأبواب في اسم يسوع أمين الأخ يوسف من رينوي البنت من صال لأجل أن ربنا يرزق ويفتح الأبواب أمامها ريتا يباركها الرب ويعزيها ويقويها أمين هناخد آخر مكالمة قبل ما ناخد تلبط صالحة الأسيس معنا إيمان من كاليفورنيا أهلا وسهلا بك تفضلي إيمان حضرتك على الهواء سلام المسيح معاك معاك أهلا وسهلا بك سلام المسيح معاك أهلا بك أهلا بك أنا عايزة تتبط صلى أجل إبني أيوة بشوي عن 16 سنة راح عند الدكتورة من حوالي أسبوع قدت حقنة اللي هي بكتيرية المخ التطايم يعني المنينجايتس أه ومنساعدتها حضرتك سخنية و سخنية وهدك بس السخنية والهدك راح دلوقتي جاء اللي هو عدم نوم مش عايزة يكون خالص نهائي يا ياسو اسمه بشوي بشوي سنه كام يا رب أهلا بسأل يا رب أهلا بسأل حاجة أهلا بسألها لا بسألها سنه قد إيه إيمان أهلا بسألها هو كان أصلاً ضايا عند الدكتورة علشان خاطر كان عنده كحة فقالتلي نحن نازم نتديله الحقنة الزاي يعني تديله حقنة هو عيان يعني ده ماشة المرض ده الكلام ده مش طبي خالص يعني بيسألوا الواحد قبل التطعيم لو عنده أي مرض أو أي تعب لأنه تبع منعته ضعيفة فإزاي يعني تديله إبرة زيدياً تنشط البكتيريا وهو أصلاً عنده دور برد ومنعته ضعيفة يا دكتور أليكس الحرار راحت والهدك بس مش عايز يقول خالص طيب حاضر صليل وإيمان بنرفع رب بشوي بين إيديك سيد الرب أعطي له نعمة سيد أن يبرأ تماماً وتعطيه نعمة سيد لكي يعود للأكل والشرب وتلبس رب أي تأثير للحقنة اللي خدها أو المصل اللي أخده وأثر على أي شيء في جسده بنستعيد قوته بنستعيد يا رب كل الأجهزة اللي تعمل بصفة تامة وكفاءة تامة في اسم يسوف أمين أمين ناخد تلبط الصلاة الكتيرة اللي معنق مش عارف أبدأ منين والوحيد فيه نبدأ بالأديب الأول طيب أمت الرب واختها في انتظار موعد لأوراق الإقامة ولإرادة الرب في شراء البيت يا رب نعلن إرادتك الله إرادتك الصالح والمرضية تكون مع هذه العائلة وكل من ينتظر أوراق يا رب لو دي ربتك افتح الباب ونجي شعبك يا رب من أي ضيقة روحية أو نفسية أو اضطهاد الحان منتظر عريس من يد الرب والباقي أمورها الزمنية الرب يبركك ويديكي لحنة أفراح يا أختي الحان ونفرح بيكي في اسم يسوع سامح بعيد عن الله ولا اعترف بوجود الله أصلا يا رب بنصلي لك لكل شخص بعيد عن حضرتك إنك بحضورك الإلهي من خلفه وقدام تحاصر كل شخص بعيد كل شخص دوع عليه اسمك أو كان مؤمن اسمي وترك اسمك تعالى يا رب بحصار الحضور الإلهي لرد كل نفس مرتدة وبعيد عنك أي من عايش في الخطية بكل أبعدها نصلي لأجل خلاصه رحمة يجي عليه هاني في الخطية غرقان فيها يا رب من فضلك اجعل شعبك شعب بركة شعب قداسة مولودين سنية من فوق مولود يا رب من الماء والكلمة صلاة شفاء لداليا بعد العملية أذكر رب جميع الأشخاص اللي عندهم أي مشاكل بعد العمليات وديهم نعمة وراحة وسلام جاكي 26 سنة عندها سرطان يا رب صلاة لأجل شفاء كل أنواع السرطانات استداءة من المخ للجهاز التنفسي للجهاز الهضمي للجهاز التناسلي للعزام للعصاب للجلد للغدد للأنف للأذن للحنجرة نسق يا سيد الرب في موجة شفاء لجميع أمراض سرطانية شفاء لأجل عنات ألام الرقبة والضهر كل واحد متعلم حط إيدك على مكان الألم قل له بصدق رب يسوع أن تخرج قوتك لشفاء الآن وحرية في اسم يسوع بنصلي أيضا لأجل حماية الرب الفادي وفارس وروبين وفواز وجويس يا رب حمايتك على كل شعبك حماية الدم حماية الآب حماية الإبن الروح القدس حماية كاملة يا رب حماية فوق المعتادة في هذه الأوقات التي يجرب فيها عدو الخير أولادك نقول لك يا رب أنظر إلى مزلة شعبك وأنظر إلى اتضاع أمتك أعطي لهم نعمة فوق نعمة لنكون يا رب بحسب وعدك أنتم الذين بقوة الله محروسين لخلاص مستعد أن يستعلق أحرص شعبك أحرص إيمانه أحرص خلاصه أحرص مستقبله أحرص كنيسه بيوته حماية على الصحة حماية على أفكار حماية على دماء شعبك حماية على أنفسهم وعائلتهم أمين يا رب ينام عنده إحباط شديد مش بيقدر ينام يا رب بنصر لك الأمراض النفسية تعال يا روح الله بروح فرح روح تسبيح روح ابتهاج عوض عن الروح اليأسة على كل محبط وفاشل ابن الرب عنده مشاكل في العمل وعنده محكمة بكرة يا رب كل شخص عليه قضية كل شخص يا رب مظلوم أو كل شخص يا رب محكم عليه بأي أحكام في اسم يسوع أنت أريتنا يا سيد الرب خادم الرب اللي في مصر اللي صلنا له اللي كان هيتحب السنة زلمه وصدر ضده سنة وهو في السجن أنت أبرقته لما صلينا وطلبنا إبراء أعطيته يا رب أن يخرج من جميع الشكاية الموضوع عليه وأبرقت ساحته هارون أن ربنا تفكس هزي سكاديوال ان يونيورستي وتفينش الاسكول فاست الرب يدي لك تدبير وترتيب للجدول وتخلص المدرسة بنجاح وتفوق بيت الرب بنصلي لأجل شرخ في العين ومشكلة في القرانية يا رب أنا بصلي لشفاء أي قرحة بصلي يا رب لأجل أي اختراق للعين بصلي لأمراض العين يا رب في ناس برضو طلبوا صلاة لأجل بصلاة لأجل الابتك نيرف صلاة يا رب احنا بنصلي لأجل كل أجزاء العين ابتداء من الآي ليد من الخارج وصولا للقرانية للبيوبل لكل أجزاء العين اللي عندهم مية بيضة وعندهم مية زرقة بنصلي يا رب أيضا لشفاء الكترك وتجول يا رب بيدك الشاملة والكاملة وابرق كل أمراض العين بنت الرب مشكلة سمع في الأذن يا رب اخلق أذن جديدة وسمع جديد كما فتحت الأذان الصم افتح هذه الأذان بنت المسيح بنصلي لأخوها في مصر عنده إحباد بسبب مرض الزوجة ويبطل سجاير وشفاء لزوجته من السرطان أنا كده ملاحظ في الرسالة دي أنه السجاير ممكن بتجيب سرطان بتفتح الباب للإحباط بتجيب لمؤاخذة الحاجات دي بتجيب لعنة في البيت أن كنت على سجاير أو شيشة والأمراض مالية لبيت وعمل تدخل واحد وراء الثاني من فضلك من فضلك تعال انتوب للرب أنت ما تقدرش بنفسك لتبطل أرجيلة ولا الشيشة ولا المروانة ولا الحاجات دي لكن قل له رب أعني أنا بطلب قوة دمك لأنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين قل له انحررني الإبن بالحقيقة أصير حر حرر يا رب دم شعبك من المخدرات والسجاير والأرجيلة والأفيون والحشيش وكل أنواع المخدرات يا سيد الرب أعطي والكوكاين أعطي حرية يا رب لدماء شعبك لكي تكون مثل دم يسوع الذي بلا خطية بنت الرب مشاكل في الشغل وعندها صفر الرب يكون معاك ويقويك بنت الرب لأجل شفاء الأيدي وربنا تجايد هر فايف سانز يساعد الخمس أبناء ربنا يباركك بنت الرب بنصال لأجل الأبناء لأجل الأحفاد لأجل كل من لدي عائلة سيد الرب بارك العائلات وعطيها أن تتعرف عليك وتتمسك بيك وتشفي ألام الأيدي وكل المفاصل طلب صلاة لأجل مهة ومعادل للشفاء من أمراض كلا يا رب احنا بنضع كل الأجهزة بين إيديك إن كان عندك أمراض كلا أمراض كبد بنكرياس ضع يدك على مكان العضو المصاب ولتخرج قوة دم يسوع الآن وقوة اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الآن لامس كل وجع وكل ضعف وليقل الضعيف الآن بطل أنا من الرب بطل أنا بالرب ولتخرج قوة شفاءك لكل الأعضاء الآن جيمي لأجل الرب يفتح الأبواب للعمل أمين أم جيجي شفاء من دوشة في الراس نادية شفاء من الدوخة والتعب يا رب كل أمراض الرأس سواء صدع نصفي سواء ديزنس سواء سواء دوخة أو أي أمراض يا سيدة الرب متعلقة بالمخ والأعصاب نحن نصلي يا سيدة الرب كما أريتنا شفاء فقرات عديدة وناس كانت الفقرات عندهم أمراض كثيرة في العمود الفقري والفقرات ضغطة على الأعصاب وكانت تنميل لكن جميعها رب من جميعها تنجي شعبك وتكتب ليها الشفاء أرجو الصلاة لأجل بنت الرب شدية معوض للألام الشديدة في المرارة والمعدة والأمعاء والرب يمدي إيده باسم يسوع المسيح نضع أيدينا على الأخت شدية على كل متعلم على كل حزين ضع يدك على مكان الألم قل له أثق يا رب إنك سمعت وأستجبت لأنك تعلمت لأجلي مجرد في كل شيء تعيني الآن وتخرق قوة مساء الخير كل سنة وانتوا طيبين وأعيد سعيد عليكم وأيضا والرب يعزي كل أهالي الشهداء بطلب صلاة أنا من عشر سنوات متزوجة ولسه ما فيش ولاد وهأعمل عملية زراعة واسقى فالرب يتمجد معايا ممكن الأستيس آلكس يشاركنا الصلاة وأنت بنت الرب من ألمانيا في اسمي يسوع بن صلي يا رب لأجل كل من يشاركنا وأطلب الصلاة لأجل زرع بشر أعطي شعبك سوء لقلبه وليكن يا رب زرع بشر مقدس دافع لخدمة السيد ويكون أبناء وبنات في الإيمان طب بقيتنا نص دقيقة نصلي لكل حضر الأسيس اللي عندك واللي عندي أنا معايا كذا ورقات فضل يا رب بالإيمان بنضع عيدين على هذه الطلبات يا رب أنت يا رب عارف كل احتياج شعبك يصرخ إليك شعبك يطلبك أنت الإله الحي بارك الجميع احسن إليهم برضاك نشكرك لأجل قناة الكرمة لغة السلوة ولأجل الاستضافة وكل أحبائي الذين ساعدونا في هذه الحلقة اشرق بنور واجعك على الجميع احفظ القناة وشعبك من كل الشر وشبه الشر في اسم ياسوك أمين ربي باركك يا أسيس أليكس وحنحط تلبط الصلاة دي تاني بعد ما نخلص الحلقة هنقعد نصليلها ما تخافوش طلبات دي غلي علينا جدا جدا بنشكركم أحبائنا المشاهدين لأجل متبعدكم معنا ونلتقي بكم في الأسبوع القادمة وأطلب واجهي الرب معكم وكل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر نتلعب عزيبا ويا نتشارك المسئولية ونخلي رسال في القلبة وصل كل البشرية